أولى سنوي فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع الحلقة الأهم في الفصل الدراسي الثاني ألا وهي حلقة المراجعة النهائية النهاردة يا شباب هنشرح مع بعض كيفية التعامل مع الامتحان طبعاً يا شباب الكل بيسأل احنا هنعمل ايه النهاردة أول حاجة هنركز على أنماط الأسئلة المختلفة اللي درسناها طوال الفصل الدراسي الثاني طيب وكمان معنا مفتاح لإجابة كل الأسئلة يعني كل سؤال ليه مفتاح للإجابة عايزك تركز كده معايا استعد معك ورقة وقلم حضر نفسك ونركز مع بعض ويلا بينا على الامتحان طبعاً يا شباب احنا معانا النهاردة كيفية التعامل مع ورقة الامتحان احنا عارفين ان احنا عندنا 36 ايه سؤال طيب الجزء الأول في الأسئلة كما درسنا في الفصل الدراسي الأول درسنا ايه القراءة المعلوماتية هعمل ايه شباب بقى الطالب أول حاجة هيعملها هيقرأ قطعة القراءة يبقى كما تعودنا هنقرأ قطعة القراءة القراءة بتأني ويبدأ معك الورقة والقلم كده ويبدأ أعلم على هم النقاط الايه المهمة اللي موجودة فيه كل فقر طيب للكرة الأرضية نتيجة للنشاط البشري الذي ساهم في الزيادات الحالية لنسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي ومن هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين طيب أول حاجة أنا قرأت الفقرة طبعا أم أطعها لك فقرات بحيث ان احنا نتعامل على كل السؤال طيب السؤال الأول بولي حدد مما يلي الفاعل الرئيس في التغير المناخي في ضوء فهمك للفقرة القول دي الفقرة الأول بعد ما بقرأ الفقرة ببدأ أسأل نفسي أسأل بقول لي إيه حدد يبقى أول حاجة هو بيقول لي حدد حدد إيه الفاعل الرئيس يعني عايز الفاعل الرئيس الحاجة الأساسية اللي عملت التغير المناخي طيب إيه الكلمة المفتاحية اللي عندي لو جيت وجدت كلمة النشاط البشري الذي ساهم في الزيادات الحالية يبقى كلمة النشاط البشري طيب لو وجدت كلمة النشاط البشري هتساوي إيه هنا هل هتساوي الطبيعة ولا الإنسان ولا الغازات ولا الاحتراق طبعا كلمة النشاط البشر يبقى الكلمة المفتحية اللي عندي كلمة النشاط البشر هنا الطالب على طول هيقول لي هي الإنسان يبقى السؤال سهل وبسيط يبقى احنا هنبدأ نتدرج مع بعض أسئلة مفاهيم بسيطة وبعد كده أولية يبقى أول حاجة ده سؤال ايه فهم ايه فهم بسيط طيب الفقرة التانية هبدأ أقرأ الفقرة التانية تشكل التغيرات المناخية أحد أهم التهديدات للتنمية المستدامة يعني ايه كلمة مستدامة طلعت لي كلمة كده غريبة بالنسبة لي يعني مستدامة مستدامة يعني مستمرة طيب على الدول الفقيرة يبقى المشكلة عندي تخص الدول الفقيرة أكثر من الدول الغنية جميل جدا أكثر منه على الدول الغنية بالرغم من كونها لا تساهم بالنسبة كبيرة في إجمالي إمبعاثات الغازات يبقى إذن الفقرة عندي بتتكلم أن اللي بيتضرر أكتر الدول الفقيرة أكتر من الدول الغني مع أن الدول الفقيرة بتبقى الأقل إسهاما في انبعاث هذه الغازات ولكن من كونها لا تساهم بالنسبة كبيرة في إجمال انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يبقى أنا عندي كلمة الاحتباس الحراري يبقى أنا عندي من الأضرار اللي بتساهم فيها الغازات هي عملية الاحتباس الحراري ويعود ذلك إلى بقى هشاشة الاقتصاد ضعف الاقتصاد الخاص بهذه الدولة الفقيرة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جهة يبقى دي أول حاجة ومن جهة أخرى اعتمد بالصفة الرئيسية على قطاعات رهينة بالظروف المناخية كإيه بقى يا شباب كالزراعة أبدأ أحدده بيدين بعض النقاط والصيد البحري واستغلال الغابات وغيرها من الموارد الطبيعية المهددة بإيه وبشدة للتأسر بسبب إيه هذه التغيرات يبقى التغيرات المناخية هتأثر على إيه هتأثر على الزراعة والصيد البحري واستغلال الغابات يبقى جدا نقول الأضرار يبقى أنا ببدأ أتناقش وأنا إيه بقرأ الفقرة هو بسبب تلك التغيرات ففي قطاع الزراعة مثلا على سبيل المثال نجد أن زيادة درجات الحرارة يؤدي إلى خلل كلمة خلل في الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل وبالتالي تصعد أسعار الغذاء العالمية وهجرة العمالة إيه بسبب الفقر يبقى إحنا بنتكلم هنا عن إيه بنتكلم عن الأضرار الناتجة عن التغير المناخي خاصة في الدول إيه في الدول الفقيرة يبقى أنا حددت الفقرة بتاعتك بتتكلم عن إيه وأبدأ أناقش إيه نفسي وضعت العلامات بتاعتي على أهم النقاط بحيث وأنا بقرأ السؤال أستطيع أن أنا إيه أرجع للإجابة بسرعة يقول أحدد مالي سببا لتصعد أسعار الغذاء إحنا قلنا سبب تصعد أسعار الغذاء إيه قلناها تحت في الفقرة الأخيرة أنا قلت معك إن قطاع الزراعة بيتأثر أكتر جميل في ضوء موردة في الفقرة الثانية أنا بعد من قرأت الفقرة أبدأ أتطلع الكلمة المفتاحية إحنا قلنا التأثر دخل على إيه موجود بالنسبة للزراعة فبيقوله بسبب الدول الفقيرة في الاحتمال الحراري هقوله لأ طبعا إجابة خطيب أنا هعمل استبعاد هشاشة وضع في الاقتصاد نسيبها شوية الاعتماد على الصيد البحر واستغلال الغابات ولا خلل في الانتاجية الزراعية لبعض المحاصيل إحنا ذكرنا في الجزء الأخير إحنا قلنا زيادة درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على الانتاجية الزراعية وبالتالي تصاعد أسعار الغذاء الإجابة في الفقرة هي أسعار الغذاء يبقى أنا بربط دي باللي موجود فين في الفقرة جميل جدا وبعد كده أقدر أطلع بسؤولة الإجابة يبقى الإجابة كل الطلابات تقول إيه الطالب طبعا يقول لي الإجابة رقم دا يبقى أنا بتعامل كيفية التعامل يا شباب مع القراءة أول حاجة بقرأ وأنا بقرأ أبدأ أضع بالألم بتاعي النقاط المهمة جدا أبدأ أحددها وأبدأ أتناقش مع نفسي بحيث أن أنا أستخرج أهم النقاط الموجودة فين في الفقرة بعد كده هيسهل عليك كتير جدا أن أنا أعرف حل إيه السؤال هنا السؤال للطالب اللي بيبقى متسرع وبيقرأ السؤال وبعد كده يرجع تاني الفقرة لأ أنت كده بتضيع وقت أنا عايز من حضرتك أن أنت تقرأ الأول الموضوع كاملا تفهمه وبعد كده تبدأ تتعامل مع إيه مع الأسئلة خلينا مع بعض استنتج مما يلي الفقرة الرئيسة للفقرة الثالث لازم نفهم يعني إيه السؤال السؤال بيقول لي درسنا قبل كده طوال الفصل الدراسي قلنا يعني إيه كلمة الفقرة الرئيسة الفقرة الرئيسة هي الفقرة الشاملة للموضوع لو كنا مع موضوعك كل طيب في عندي فقرة رئيسة وعندي فقرة جزئية فقرة جزئية بتبقى متضمنة داخل إيه؟ داخل الفقرة الرئيسة يبقى أنا عايز عنوان شامل للفقرة دي أعيز حاجة تكون شاملة تكون شاملة بحس أن أنا إيه لما أقرأها أو أستخرج هذه الفكرة أستطيع أن أنا أقول حصلت على كل الجوانب الموجودة فيهن في الموضوع بتاع أو في الفكرة اللي هو بيحدد يبقى بيقول لي إيه بقى الفقرة الثالثة هاروح على فين؟ على الفقرة الثالثة بقولك إيه تسهم الغازات الضرة المنبعثة يبقى هنتكلم عن الغازات الضرة نتيجة للتغير المناخي في انتشار أمراض يبقى احنا منتكلم عن ما زلنا نتحدث عن الأضرار الخاصة بالتغير المناخي نتيجة انبعثات الغازات الضرة بيؤثر عليه بقى أمراض الجهاز التنفسي جميل للأفراد يبقى دي أول حاجة اتنين انخفاض وزائف الرئة يبقى عندي وزائف الرئة تنخفض التهاب مجرى الهواء يبقى أنا عندي واحد اتنين تلاتة كل ده خاص بقى يا شباب بالأضرار الموجودة من الغازات ومن جانب آخر يتسبب الجفاف والفيضانات الناتج عن تغير المناخ في أكثر من 80% من حالات الوفاة يبقى عندي 80% من حالات الوفاة و70% من الخسائر يبقى هنا ما زل يذكر ايه الأضرار يبقى أنا بتحدث عن الايه الأضرار الاقتصادية في أفريقيا على سبيل المثال وذكر لي قارة أفريقيا وهنا بيبتكلم عن الأهمية الأدلة العالمية أن التغير المناخ يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية والنفسية يبقى بيربط ما بين الصحة العقلية والصحة النفسية يبقى كده يبدأ أنت تبدأ تسأل نفسك سؤال ايه الفكرة الرئيسة هنا؟ هتقول لي ده الفكرة الرئيسة بتتكلم عن أضرار الغازات أو الانبعاث الغازات الضر على مين؟ على الإنسان وكذلك على المناخ كل من حيث أنه بيؤثر بشكل ايه؟ سلبي نرجع بقى المين؟ للبدائل ولك أسباب تدهور الجهاز التنفسي مها موجودة عندي الجهاز التنفسي يقول لك ده موجودة بس أنا سألتك سؤال حدد الفكرة الرئيسة طيب الجهاز التنفسي تدهور الجهاز التنفسه ده موجود ده فكرة جزئية الطالب ده هيقول ده جزئية يعني جزء من الفقرة الثالثة يبقى أنا أبدأ حاجة هستبعدها ليه هستبعده؟ لأن ده فكرة جزئية طيب عوامل انهيار الاقتصاد في قارة أفريقيا هنا بيتكلم عن عوامل انهيار الاقتصاد يعني الفكرة دي بتتكلم عن العوامل الخاصة أو طبع أقول خطأ ليه؟ لأن أتكلم عن الفكرة الرئيسة عايز الفكرة شام أثار التغير مناخي على صحة الأفراد وبراهين وأدل على خطورة الكوارث البيئية طبع يبقى عندي هنا اختيارين يا شباب قريبين من بعض هبدأ أختار إبقى أثار التغير مناخي على صحة الأفراد ليه؟ لأن ده الأكثر موجود من نتكلم عن جهاز التنفسي بنتكلم عن الآثار التضرب خاصة في جهاز التنفس والعقل وكذلك الأضرار العالمية النتيجة عن هذه الانبعاثات يبقى أنا أبدأ أسأل نفسي وأبدأ أستبعد الإجابة لإيه؟ الخطأ طيب سؤال أيضا السنتاج استنتج ممالي علاقة وإحنا تكلمنا عن العلاقات قبل كده علاقة جملة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بما بعدها مشروعات طاقة الرياح في الفقرة الرابعة الفقرة الرابعة قدامي طيب بدأت مجموعة من النظامات الحكومية حول العالم في اتخاذ خطوات لمواجهة التغير المناخي فعلى سبيل المثال بدأت المنظامات الحكومية في مصر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وركز في العلامة دا علامة الترقيم نوتوتين فوق بعض نركز فيها كويس جدا ليه؟ هقولك بعد كده مشروعات طاقة الرياح ومشروعات و ركز معي عمالي فصلة وقالي و وبعد كده فصلة وجاب لي جزء تاني يعني أنا لو جيت أكلم هقول عندي مشروعات الطاقة المتجددة وعمل واحد مشروعات طاقة الرياح اثنين مشروعات الطاقة الشمسية ثلاثة النقل كالمتر الأنفاق وكذلك المنظامات الغير الحكومية التي ساهمت في التشجير والتوعية البيئية طيب نبدأ ننظر البدائل إجمال يليه تفصيل يعني إجمال الشئ كامل وبعد كده بقول أجزائه بعرفه إزاي عندي مفتاح كده للتعامل مع هذا السؤال المفتاح اللي أنا عندي المفتاح بيقولي لو وجدت إجماله وبعد أصيل هجد علامتين نطنفق بعض ليه هجد أن نطنفق بعض دولي شباب لأن بين الشئ والأجزاء يبقى علامت الترقيم المناسبة هنا واجد كله شوية بعد كله شوية واو وا وفصلة وا يبقى أبدأ أتكلم عن الأجزاء بتاعت هذا الشئ يبقى الشئ مجمل بعد كده أجيب الأجزاء بتاعتها طب سبب بسأل نفسي ما سبب هذا الشئ يدين الإجابة ده سبب بنسميه تعليل وإحنا تكلمنا قبل كده عن السبب وفي عندي النتيجة النتيجة اللي حصلت طب رأيي عن اعتقاد خاص بالكاتب لا يستند إلى أدلة أو براهين يقولك ظنة أو اعتقدة أو الدعا وبعد كده جاب الدليل الدليل اللي برهان عليه الدليل ده ممكن يكون إحصاء ممكن يكون استشهاد ده اسمه الدليل في الدعاء أيضا الزعم وتفنيد يعني ايه كلمة تفنيد احنا تكلمنا فقبل كده اللي راجع معايا الحلقات هيعرف ان كلمة تفنيد هنا هو تكذيب الادعاء بالأدلة والبراهين يبقى احنا هنقول دي الأدلة والبراهين الخاصة بإيه بالادعاء ده طيب أبدأ أسألك سؤال بقى ايه هنا عندي موجود ما يسمى ها بالإجابة هل هو إجمال بعد تفصيل اه المفتاح عندي ايه النقطتين فوق بعض وبعد كده عندي واو واو يبقى على طول عمد حرف العطف الواو بعد كده أكتشف ان ده إجمال وبعد كده جاب الأجزاء بتاعته يبقى انت معاك المفتاح اللي يعرفك الإجابة ما تخافش الموضوع من الصعب سهل جدا وهو موضوع تدريب فقط وكيفية التعامل مع السؤال إيه اللي بعده دلل سؤال آخر مما يلي على مشاركة المنظمات غير الحكومية يعني ايه كلمة مشاركة المنظمات غير الحكومية أنا عايزة أفهم السؤال ده كلمة المجتمع المدني يبقى أنا أول حاجة أفهم السؤال 70% من إجابتك على السؤال فهم السؤال هتقولي غير الحكومية عن المجتمع المدني يبقى أنا هقول المجتمع المدني في مواجهة التغير المناخ طب المجتمع المجدني أعمل إيه أما على صعيد منظمات غير الحكومية قامت بعض منظمات المجتمع المدني ها بالتشجير والتوعية البيئي يبقى هو بيدل الإجابة فين في الفقرة موجودة عندي هل قول تنفيذ تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ولا مشروعات الطاقة الشمسية ولا زيادة مشروعات النقل كالمنوريل ولا قيام منظمات المجتمع المدني بالتشجير يبقى أنا الكلمة المفتاحية عندي كلمة غير الحكومية بتساوي المجتمع المدني بتقدر تسهل علي الإيه الإجابة مع كده واحدة واحدة مع بعض نقدر نحل أي قطعة قراءة بسهولة جدا وبساطة تمام السؤال الخير مهارات تفكير عليا شوية يعني إيه مهارات تفكير فيه مهارات تفكير إحنا قلنا دنيا وعليا طيب اقترح أنا عايزك تقف شوية بسيطة جدا قدام السؤال ده يعني اقترح ما نمكن الاقترح بتاعي يكون صح واقترح آخر يكون صواب طيب الإجابة الأصحة فين بقى من خلال فهمك للموضوع والإجابة الأضق أنا عايزك تكون الإجابة الأضق القابلة للتطبيق نركز كده مع بعض فلما قال لي يجي لي سؤال يقول لي اقترح في ضق فاهمك للموضوع يبقى أول حاجة يقول لي في ضق فاهمك لمين للموضوع يبقى أنا هقرأ الموضوع كويس جدا علشان كده قلت لك في الأول اقرأواك الموضوع كويس جدا وبدأ ضعب الألم أهم النقاط اللي تقدر تفهمك الموضوع بيتكلمنا عن تغير المناخي وبيأثر على مين على الدول الفقيرة وبعد كده قلنا الأضرار الخاصة بهذا التغير المناخي على الزراعة وعلى الإنسان طيب حل للمواجهة التغير المناخي من خلال قراءتك بقى هل توفر العلاج لكل الأفراد المصابين بسبب التغير المناخي بمكن تطالي بقول لي ده صح لأن احنا نوفر العلاج لأن احنا عندنا أمراض فاحنا نقدر نوفر العلاج بكده حالينا المشكلة طيب زادت عدد المصانع لأتوضار بمواد الطاقة كالبترول طبعا لو قلت لك كالبترول هتقول لي ده خطأ لأن البترول أيضا من اللي حاجات اللي بتدي ايه انبعاثات أو بسبب أضرار طب موجود زراعة غابات باستخدام مياه الصرف الصحة بعد معالجته طيب يبقى أنا عندي كده فيه اختيار ألف وريب واختيار جيم معاي أنا خلاص استبعدت السؤال رقم بقى اللي اختيار رقم بقى حث الدول الفقيرة على خفض انبعاثات الغازات الضرر إذا كانت الدول الفقيرة أصلا لا يبتساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الضرر يبقى أيضا الاختيار رقم دال هيبقى خطأ طيب ايه اللي قبل للتطبيق وبالنسبالي هو الأسهل في الاقتراح لحل هذه المشكلة هقول لك من خلال فهمك للموضوع احنا قلنا بنعمل عملية اعادة استخدام للمواد الطاقة المتجددة بحيث انحنا نقلم انبعاثات الغاز من جهة وانحنا نعيد استخدام هذه الطاقة طيب ايه الكلمة او ايه العبارة اللي تقدر تتوافق مع هذا المعنى الطالب كله هيقول لي هي الإجابة رقم جيم دي الإجابة لإيه الأدق يا شباب طيب يبقى الطالب هيجي يقول لي معنا ممكن اختار ألف هقول لك لأ ركز ان احنا بنتكلم من خلفها مكلمين للموضوع الإجابة اللي تقترب من خلالها تقدر من خلال ايه انك تقدر تحققها طيب يبقى دا بالنسبة للقراءة لإيه المعلوماتية طيب احنا خدنا ستة أسئلة ايه خاصة بالقراءة المعلوماتية بعد القراءة المعلوماتية بيجي لك قراءة أدبية بيجي لك قراءة أدبية ما كنت تكون مقال سيرزاتية على حسب ها أنا في سن الرابعة ايه عشر من ايه تقريبا يلبسني أب القباب والجبة والعمة والمركوب بدل البدلة والتربوش والجذب ويكون منظري غريبا على من رأاني في الحارة أو الشرع فقد عهدوا أن العمامة لا يلبسها إلا الشاب الكبير أو الشيخ الوقور أما الصغير مثلي فإنما يلبس تربوشا أو تقيا ولذلك كانوا كثيرا ما يتضحكون علي فأحس ضيقا أو خجلا أو ألتمس الحارات الخالية من الناس لا أمر إيه به والمصيبة الكبرى كانت حين يراني من كان معي في المدرسة فقد كان يظن أني مسيغت مسخا وتبديته بعد الحضار كلمة تبديته هاي جايل جديد وكأن الذي يربط بيني وبينهم هو وحدة لبسي ولبسهم لا طفولتي وطفولته ولا زمالاتي وزمالاتهم فنفروا مني مع حنيني إليه مصر عن من قطعة الصلة بيني وبينهم فانقبض صدري لأني فقدت أصدقاء القدامى ولم أصطعد عنهم أصدقاء جدد فكنت كالفرع قطعة من شجرته أو الشاه عزلت عن قطيعها أو الغريب في بلد غير بلده وتضرعت إلى أبي أن يعيدني إلى مدرسة فلم يسمع ولم يعفيني من العم فلم يقبل وما آلمني أني أحسست العمامة تقيدني فلا أستطيع أن أجري كما يجري الأطفال ولا أمرح كما يمرح الفتيان فكبرت قبل الأوان والطفل إذا تشايخ كالشيخ إذا تصاب كلا المنظرين سقيل بغيض كمن يضحك في مأتم أو يبكي في عرص أنا قرأت قطعة القراءة المعلومتية بالضبط كما قرأت قطعة القراءة المعلومتية قرأت الأدبية بالضبط طيب الفرق إيه يا شباب إننا جبت لك قطعة القراءة المعلومتية على أجزاء كيفية التعامل قطعة القراءة الأدبية جبت لك مرة واحدة وبعد كده هنبدأ نتعامل معها بعد الفاصل يا شباب إن شاء الله هنعرف كيفية التعامل مع قطعة القراءة الأدبية طبعا يا شباب قرأنا قطعة القراءة الأدبية مع بعض بعد كده نبدأ نتعامل مع الأسئلة بسرعة جديدة جدا ماذا أراد الكاتب بقولي تبديت بعد الحضارة تبديت أي أصبحت بدويا طيب الإجابة الأدق إيه هتقولي تخلف عن الآخرين بعد كونه متحضرين بقى تخلف عن الآخرين بعد كونه إيه متحضرين يبقى دي الإجابة لكون الإجابة إيه الأدق طيب ما علاقة في أحاس صديقا أو خجلا إحنا تعرفنا مع بعض كيفية التعامل مع سؤال العلاقة هتقولي السؤال موجود عندي فأحاس صديقا أو خجلا موجودة هي هل هي بقى نتيجة هتجد بقى غالب بعد يكون جواب شرط أو جواب طلب تعليل يعني هنجد بسبب أو لأن أو تفصيل بين الشيء والأجزاء بتاعه خاصة بيه كلمناه والتوضيح يعني توضيح يعني إزالة مبهم طيب هنروح على طول على القطعة فبيقولي إيه فأحاس صديقا أو خجلا دي هتقولي على طول ده إيه ده النتيجة الحاجة اللي حصلت بالسبب إيه اللي هو لابس هذا الزي طيب استنتج الهيئة التي كان عليها الكاتب في طفولته بين زملائهم هنا هبقى هنقول كان منظري غريبا وقد رأني ناسي فهو وجد أن في حالة من التنافر بينه بين إيه أصدقائي لأنه كان له زي محدد ثم انتقل إلى زي آخر فتجد أن هذا الزي جعله إيه الناس يتحقون إيه عليه وينفرون إيه منه من خلال فهمك للقطعة هتجد الإجابة على طول طيب استمتج سبب تمني الكاتب لبس البدلة والطربوش والجزمة بدلة من إيه القبة والجبة والإيه والعمة هتقولي بقى ليه إحنا بعد مقرانة أن الأطفال بالنسبة له في المدرسة أو موجود في الحي أنهم انقبض إيه صدرهم عنه وأنهم خرجوا عنه واستعدوا عنه يعني بعدوا عنه بسبب أنه الزي إيه اتغير يبقى نجد أن سخرية الناس لرؤيته وفرار أقرانه منه هتجد دي الإجابة اللي خاصة موجودة فين؟ في الفقرة يبقى أنت بعدما تقرأ الفقرة بتطلع الإجابة طيب النموذج الذي اتبعه الكاتب في عرض أفكاري في الفقرة الأخيرة بعدما قرأ الفقرة الأخيرة وما آلمني أني أحسست العمامة تقيدني ركز معايا في السؤال ده يا شباب لأن السؤال ده محتاج محتاج مني إيه؟ محتاج مني كيفية التعامل مع هذه الأسئلة بولي حدد النموذج إيه النموذج؟ بولي حدد النموذج الذي اتبعه الكاتب في عرض أفكاري طيب خلينا بقى معاك كده واحدة واحدة ونقول عرض أفكاري إزاي؟ استخدم أسليب التوكيد يعني أسليب التوكيد أسليب التوكيد اللي احنا عارفنا إن قد لقد المفعول المطلق نون التوكيد وبعد كده استخدم أسليب القصرية إنما وتقديمه التأخير وتعرفه الطرفين يبقى هل هنا استخدم أسليب التوكيد موجودة في الفقرة يعني أنا وجدت الفقرة كده هجد أسليب التوكيد اللي هو التراضف أو المفعول المطلق أو استخدم النموذج أو قد أو تقديمه تأخير أو أسلوب قصر لأ يبقى أنا هحزف الجزئية دي طيب إثاره ربط الأسباب بمسببتها يعني قال الشيء يعني ذكر الشيء وبعد كده ذكر النتيجة يعني حصل كذا بعد كده بسبب ده حصل كذا هل ربط بالنوه ده هتقولي بالطبع لا يبقى لم يربط بين الأسباب بمسببتها يبقى داع أيضا ليس النموذج الذي تتبعه الكاتب طيب لجوءه إلى كثرة التشبيهات يعني إيه كثرة التشبيهات احنا خدنا مثلة والكاف أدوات التشبيه طيب يلا كده نبص مع بعض تقيد فلا أستطيع أن أجري كما أهو استخدم لي كما يجري الأطفال والله أمرح كما يمرح الفتيان فقبرته قبل الأوان والطفل إذا تشايخ كالشايخ يبقى هنا بدأ يستخدم تشبيه بعندي بيه الكاف أو إذا تصاب كل المنظرين يسقينهم بغيط كمان طيب يبقى هو لجأ إلى إيه التشبيهات التشبيه بإيه بمثلة والكاف طيب يستخدم الإحصاء المبني على الحقائق يعني قال نسبة كذا نسبة 90% 80% استخدم عدد آيات القرآن كذا أو يستخدم عدد المرات يقولك عدد المرات اللي صحابي رأوني فيها بها تلك الهيئة حصل فيها كذا هتقول لي لا يبقى على طولها هستبعد اللي اختيار رقم ده يبقى أنا بعرف السؤال ده من خلال اللي اختيارات البدائل يبقى عندي الإجابة الدقيقة هتكون هي الإجابة رقم جيم اللي يلجوه لإيه إلى التشبيهات اللي بيانني الهيئة الخاصة به طيب السؤال بها خاص بقصة عنطرة ابن شداد قصة عنطرة يا شباب قيمة على الفهم طيب هل معنى كده إن أنا مقرأش متن القصة أو أسمع متن القصة لا لازم أن نسمعها وإحنا شرحنا لك قبل كده قصة عنطرة ابن شداد في حلقة سابقة طيب إنت بقى عزيزي الطالب هتعمل إيه هتقرأ متن القصة كلها وفي عندك كده أسئلة استنتاج أو موزناتي يعني مثلا على سبيل المثال الحصر أن خروج مالك بن قراد من أرض عبس إلى أرض شيبان وبالرغم أنه جلس في أرض شيبان معززا مكرما إلا كان يشعر بضيق الحال بسبب حبي وعوداتي إلى أرض عبس أحنا ممكن نستخرج من دي إيه قيمة حب الوطن أو قيمة الانتماء إلى الوطن طيب ممكن نعمل موازنة موازنة من مين ومين بين ملك بن قراد هو في أرض شيبان وكذلك عنطرة عند ملك النعمان في الحيرة ممكن نشوف الحالة هل يتفقوا مع بعض في الحالة النفسية اللي هم الاتنين برغم أنه موجودين حياة النعيم وحياة الرخاء ووجدوا المكان العالية وبالرغم ذلك بعيد عن الوطن يبقى الإنسان لا يستطيع أنه يبعد عن الوطن حتى لو كان يعيش فين في مكان به الخير والنعيم طيب دي موازنتين تانية طيب في عندي بقى السؤال أيضا في استنتاج هل عندما قبول عنطرة للمهر الغالي الذي طلبه منه ملك بن قراد هل دي كانت شجعة منه ولا كان حمق ولا كان تهور انت برضو تقدر تستنتج من خلال قصة عنطرة طب علاقة عنطرة بشايبوب وكذلك بأهل قابلته وبالرغم أنه وجد لم يجد الاستقبال أو الحفاوة في الاستقبال كما جاء في الفصل الأخير وبالرغم ذلك لم يكره أهل إيه القبيلة بتاعته طب إذن أنا عندي فيه عندي مواقف عنطرة مع بسطام عنطرة مع شايبوب عنطرة مع قابل إيه الحارث موجود في أرض الحيرة يبقى أنت لازم أن تفهم القصة وتقرأها وبين خلالها تقدر تستنتج من خلال إيه المواقف طيب عندنا سؤال كده جيب لنك سؤال بشكل مختلف ومن خلاله ابدا استنتج السؤال الخاص بالقصة وسؤال استنتاج طيب وجاء إلى طلل الداري فجال بين مواضع نيرانه وأثاره وأوتاده وبقايا نؤيه التي كانت تحت بخيامه النؤية يعني طبعا الحفرة اللي موجودة حول الخيمة طيب بتحماها من السيل يعني طيب أنا عندي إيه الكلمة المفتاحية أنا عايز المفتاح بتاع الإجابة قال لي السؤال ميز البيت الأنسب للفقرة السابقة طيب أول حاجة قال لي يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته قطعم العلقم طعم العلقم طعم إيه مر حكم سيوفك في رقاب العذري وإذا نزلت بدار ذل فرحلي موت الفتى في عزة خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي طيب إيه الكلمة المفتاحية لأقدر من خلاله أطلع الإجابة أنا عايز الإجابة كلمة طلل طلل الدار ليه كلمة طلل؟ في حكرة إحنا مدرسنا في العصر الجاهلي في الأدب في العصر الجاهلي في فاصل الدراس الأول قولنا البكاء على الأطلال جميل جدا وأنا قلت لك قبل كده لما تجي كلمة طلل أو رسم يعني طلل أو رسم يبقى دا بيساوي بكاء على الأطلال على طول يبقى دا بيساوي بكاء على الأطلال طبعا عندي كلمة طلل إيه البيت اللي بيتكلم عن البكاء على الأطلال هنا اللي هو يا دار عبلته بالجواء إيه تكلمي وعني صباحا دار عبلته واسلام يبقى دا البيت اللي بيتطفق مع مين؟ مع الفقرة يبقى أنا لازم أطلع الكلمة لإيه؟ المفتاحية الكلمة فين؟ كلمة طلل الدار فجالة بين مواضع نيراني يبقى إذن أنا أقدر أطلع لإيه؟ الإجابة بسهولة جدا بالكلمة المفتاحية اللي أنا بحاول أنك تعرفها من خلال فاهمك لي السؤال يبقى على طول الطالب هيقول لي الإجابة يا شباب هي الإجابة رقم ألف سهلة وبسيطة طيب بعد القراءة القراءة المعلوماتية والقراءة الأدبية عندنا النصوص نفس أسئلة القراءة هي أسئلة النصوص ولكن هنربطها بالأدب يبقى أول حاجة لما يجيلك نص هتربطه بإيه يا شباب؟ هنربطه بالأدب ثانيا بقى عندك بعض الأسئلة كلا لازم أن تكون أنت عارفها وفهمها سمة أسلوب الشعر ربط السؤال بقى خاص بالنص اللي قدامك سواء عصر عباسي أو عصر حديث أو عصر معاصر الشعر المعاصر وهنربطه بالإيه؟ بالأدب اللي موجودة عندك في الكتاب المدرسي طيب أنا عايزك من الوهلة الأولى كده أنت وجدت هذه الأبيات بهذا النظم النظم عندك سطور شعرية تحت بعض على طول هتقول لي ده شعر معاصر يبقى على طول هتقول لي ده شعر إيه؟ معاصر سنين اسم الشعر أمل دنقل من شعراء العصر إيه؟ من شعراء الشعر إيه؟ المعاصر عندي أمل إيه؟ أمل دنقل فأول حاجة لازم أن أعرف اسم الشعر وأعرف الشعر اللي عندي ده خاص بأي عصر بحيث إن أنا أستدع زهن بسرعة أقدر أجيب السمات الفنية لأسلوب الشعر الأربط بين المدرسة الإيه؟ الأدبي طيب نقرأ الأبيات جاء طوفان نوح جاء طوفان نوح كلمة نوح عندهم هم ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة بينما كنتوا كان شباب المدينة يلجمون جواد المياه الجموح ينقلون المياه على الكتفين ويستبقون الزمن يبتنون سدود الحجارة علهم ينقذون مهاد الصبا والحضارة علهم ينقذون الوطن صاحبي سيد الفلك قبل حلول السكينة إنجي من بلد لم تعد فيه روح قلت طوبى لمن طعم قبزه في الزمان الحسن وأدار له الظهر يوم المحن قرأت الأبيات وفهمت إن في عندي مغزة أو رسالة الكاتب عز وصلهون إن الإنسان يكون مع وطنه في يوم المحنة قبل المنحة يعني أنت مع وطنك في كل الأوقات ولا تكون مثل الجبناء هؤلاء الفاسدون الذين يفرون ويتركون الوطن ينعمون بخيره في وقت النعيم وعند وقت الشدة يفرون ويرحلون طيب أنا عندي بقى هنا الأسئلة الخاصة بيه الأسئلة بخاصة بإيه بالنص والحدي دي المراد من كلمة يلجمونا الوردة في السطر الخامس أبدأ عنده 1 2 3 4 5 السطر الخامس إحنا قلنا سطور شعرية يبقى دي مدرسة إيه واقعية أو الشعر المرسل أو الشعر الحر طيب قال لي كلمة المراد ماليش المعنى في عندي حاجة اسمها المقصود وعند حاجة اسمها المراد يبقى عند المراد يبقى دلالة اللفظ داخل السياق طيب يلجمونا الجام التحكم والسيطرة في الفرس طيب يلجمونا جواد المياه الجمع الشديد يبقى هنا يلجمون يعني إيه هل معناه يركبون ولا يسوقون ولا يطعمون ولا يوقفون الطالب اللي هيقول لي بيوقفوا بيوقفوا ايه هذه الشدة أو هذه الكارثة التي تحل بلايه بالوطن بيحاولوا يوقفوها بيمنعوها يبقى الطالب هيقول لي الإجابة رقم دال طيب ودايما إن الألفاظ والعبارات بيبقى لها نسب بيبقى أنت لازما تعرف دلالة اللفظ وتبدأ تتعامل مع معناه ميز نوع اللون البياني إحنا درسنا في الفصل الدراسي الثاني ألوان بياني هل معنى كده إن أنا مش مطالب بالألوان البيانية اللي درستها في الفصل الدراسي الأول لا أنت حضرك مطالب الألوان البيانية عندي أربعة عندي تشبيه استعارة كناية مجاز خليك معاي التشبيه والاستعارة ولاد عام يعني ولاد عام يعني التشبيه فيه عند مشبه ومشبه به الاتنين موجودين اللي استعارة لا فيه مشبه لا ما فيه مشبه به أو ما فيه مشبه وفيه عد مشبه به صعبة؟ سهلة طيب الكناية أطلق لبس وأرادة لازم معناه معه ركز جواز إرادة المعنى الأصل طيب المجاز لا يمكن إرادة المعنى الأصل وده لفظة لا يمكن من خلالها أن أنا أرجع للمعنى الحقيقي يبقى ده اسمه بنسامي حتى بنسامي كلمة مجاز طيب أداره له الظهر بالله عليك أنا لو بسألك أداره له الظهر أنت تقدر تقولي أنه فعلا ممكن تكون حقيقة الإنسان ممكن يدير الظهر للوطن ولا هي معناها تعبير يدول على حاجة أنت هتقولي بها برضو تتعبير يدول على حاجة وفي الفعل ممكن إنسان يدير الظهر لمن؟ للوطن طيب خلينا نتعامل مع الاختيارات أداره له الظهر هل هنا شبه حاجة بحاجة؟ هتقولي لا طيب حزف حاجة بلن حاجة؟ هتقولي ما فيه شيء سعارة تصرح هي طيب مجاز مرسل علقته الكلية يعني أطلق الكل وأراد الجزء يعني أطلق الظهر وأراد حاجة معينة هتقولي لا خطأ طيب فيه عند كناية وعند مجاز مرسل علقته السببية يعني قال السبب وأراد لإيه المشبب النتيجة يعني السبب والنتيجة طيب هتقول لي إذا أنا عندي الاختيار ما بين جيم ودال وكده كده أصلا مش مجاز مرسل ليس بمجاز مرسل يبقى على طول الطالب هيقولي الإجابة هي رقم جيم كناية عن التخاذل لأنهم طرقوا الوطن ورحلوا حضرتك مطالب بالألوان البيانية اللي موجودة طوال هذا العام طيب لأنك درستها استنتج المغزة ضمني يعني إيه المغزة؟ يعني الهدف والرسالة أحفظها كده المغزة بتساوي الهدف أو الرسالة الرسالة العزو صالحان الكاتب أسأل نفس سؤال هنا بقرأ الأبياد دي ليه؟ إيه الهدف من قرأة هذه الأبياد؟ في طوبة لمن طعموا خبزهم طوبة لمن طعموا خبزهم هنا بينتقد الناس الجبناء الذين رحلوا عن الوطن في وقت الإيه؟ المحنة في السطر الشهر 12 طيب هنا هنتكلم عن إيه يا شباب؟ هنقول إن هو اعتراف بفضل الوطن ووجوب حمايته يبقى لازم الإنسان يحمي هذا الوطن وقت الإيه؟ وقت الشدة بالنسبة للبدائل إحنا بنتعرف مع بعض كيفية التعامل مع الأسئلة بمفتاح الإجابة السؤال التالي بيقول لي استنتج العاطفة يعني إيه بقى العاطفة؟ الحالة الشعورية الوجدانية اللي خاصة بالشعر ما هو أي شعر لازم نكون نابع من عاطفة؟ عاطفة الشعر اللي تألمت وبعد كده أبدعت ثم ذكرت هذا الإبداع أو هذه العاطفة في نظم موجودة في نظم شعري طيب إيه العاطفة أو الإحساس الداخلي للشعر المسيطر على في الأبيات؟ هو بيتكلم عن إيه؟ عن حب الوطن طيب بيتكلم عن إيه؟ كام عمل مقارنة بين الجبناء وشباب المدينة ليه ذكر الشباب؟ لأن الشباب بسواعدهم تقوم عليهم إيه؟ الأمم الشباب هم عضد هذه إيه؟ الأمة فنبدأ أن نسأل نفسنا سؤال تسيطر على الشعر عاطفة الفداء والتضحية والحفاظ على الوطن من خطر الطفان؟ خطر الطفان هو ذكر الطفان يبقى هو عنده عاطفة فداء والتضحية بيضحى من أجل الوطن وأعظم تضحية وفداء هو التضحية من أجل إيه؟ الوطن طبعاً يبقى الإجابة دي عندي صحيحة ولكن ما تصرعش أعمل إيه؟ أبدأ على طول أكمل إجابتي لأنه ممكن تكون في إجابة عندي صحة إجابة عندي الأدق؟ الأصح؟ طيب تسادر على الشعر الطفة الشعر الثورة والغضب على أولئك الجبناء هو فعلاً بيكره الجبناء دول لكن الذين أنكروا فضل الوطن بالطبع هو بينكر فضل هؤلاء الجبناء اللي هم إيه؟ اللي هو فضل الوطن عليهم وبرغم كده أنهم إيه؟ رحروا وتركوا الوطن طيب أهو شوف معك أهو عاطفة الحصر والندم لترك الجبناء يعيشوا في أرض بايدنة ولا عاطفة الخوف والاستكانة من سيطرة الطفان على الوطن طبعاً الإيجابة الرقم ده خطأ خلاص؟ طيب إيه بقى العاطفة المسيطرة على الشعر؟ هو ذكر الجبناء بالفعل ولكن هو عايز وضع العدسة بتاعته على إيه؟ عدسة بتاعته أو الشعر بتاعه على إن شباب المدينة والشعر يحمون هذا الوطن من كل خطر هو بيستنكر إيه الجبناء؟ ولكن هو هدفه إن إحنا نحمي هذا الوطن على طول هقول عاطفة الفداء والتضحية لإن دية العاطفة المسيطرة على مين على الشعر هو بينقض الجبناء بالفعل ولكن هو هدفه في الأساس إنه يحمل إيه؟ الوطن ويدفع إيه؟ ويدفع عنه لازم يجي لك سؤال مرتبط بالأدب يبقى لو جالك أبيض من عصر عباسي هيجي لك سؤال مرتبط بالأدب لو جالك أسئلة خاصة بالعصر المعاصر أحمد شو وحافظ إبراهيم أيضاً أو العصر الحديث هيكون خاصة بالإيه؟ بالأدب السؤال الأخير ده بيبقى خاص غالباً بالإيه؟ بالأدب مرتبط بالأدب شوية فبنقول هنا طبعاً دي مدرسة الشعر الحر أو بنسميها الشعر المرسل هو قايم على النظر لألتزم بحثة وزن وقف استنتج مالي استعمال كلمة نوح في شعر المدرسة الواقعية طيب كلمة نوح تدل على إيه يا شباب هتقول لي لأنه بيستخدم اللغة الرمزية بيستخدم الرمز طفان نوح اللي هو طفان خاص بسيدنا إيه؟ نوح يبقى على طول الطالب هيقول لي الإجابة هي رقم با لأنه بيميل إلى اللغة الرمزية ودي خاصة بالشعر المواصل اللي هم يميلوا إلى إيه؟ إلى الرمز كما درسنا في الأدب على طول يا شباب فاصل ونرجع تاني مع بعض نستكمل فروع امتحان اللغة العربية ورجعنا لكم مرة تانية يا شباب وطبعا بعد النص الشعري بنبدأ ندرس مع بعض النص النسري طبعا جبت لك نص النسري بعنوان الناشئ الصغير الفقير لمصطفى لطفي المنفلط طبعا بنقرأ النص وبعد كده بنتعامل أيضا مع الأسئلة بول ما معنا كلمة يزداري في الفقرة الثالثة هروح على طول على الفقرة الثالثة وأبدأ أتعامل بنفس الاستراتيجية أجيب الكلمة منين؟ من خلال السياق بولا كي أخاف علي أن يحتقر العلوم يحتقر من اللي احتقره والعلوم والأداب ويزداري احنا فاكرين مع بعض كده قلنا احنا ممكن من استراتيجية استخدام معاني الكلمات من خلال حرف العطف يبقى هنا عطف معانا والواو يبقى كده الكلمة دي بتتوافق مع الكلمة اللي قبلها فالطلب هلقول يزداري هنا بمعنى يحتقر هتكون الإجابة هي الأدق طيب استنتج علاقة ما تحتها وخط لا أكره أن ينشأ ولدي غنيا ولا أحب أن أعرضه لمخاطر الفقر وقافاته ولكني أخاف عليه الغنى أكثر مما أخاف عليه الفقر ركز كده معا يا شباب حضرتك السؤال ده مفتاحه سهل جدا في الإجابة بقول لي إياه بقول لي حكم وبعده استدراك احنا طبعا درسنا مع بعض العلاقات وسألتك وكلمتك وعلمت فيما العلاقات لكن بولك حكم وبعده استدراك الاستدراك ده هتعرفه من خلال كلمة لكن أو بل يبقى لو وجدت كلمة لكن أو بلد الكلمة المفتاحية عندي هتقول لي ده استدراكه ده علاقة مهم جدا جدا يا شباب نركز عليها شوية حكم يبقى أنا بقول إيه كما درسنا قبل كده يبقى أنا بقول كلمة أقول لك المتحان سهل لكن به بعض الصعوبة يبقى أنا بوزل إيه فهم خطأ شوية يبقى أنا على طول هختار كلمة استدراك ليه لأن عندي ولكني أخاف عليه الغنى يبقى لا أكره أن ينشأ ولدي غنيا ولكني يبقى هنا بيستدراك إيه استدراك لمين للمقولة إيه السابقة يبقى على طول الطالب هيختار ليه كلمة أو الإجابة رقم إيه رقم ألف طيب هات من كلام الكاتب ما يصلح تعبيرا في المعنى الحقيقي للحياة بعد ما أقرأ هبدأ أسأل لا أكره أن ينشأ ولدي غنيا وأخاف عليه أن يعتد بليه بالمال يهتم جدا بالمال اعتداء كثير ويقدره الكاتب عايز إيه يزيل عن ابن حب الحياة حب المال فعلى طول هتقول لي أن سعادة العيش وراحة للنفس تأتي بالإيه بالاعتدال عرفتها منين؟ عرفتها من خلال فهم الإيه لإجمعان اقترح سؤال اقترحه هو حلا لمخاوف الكاتب وضع فهمك للفقرة الثالثة طبعا بعد ما أقرأ الفقرة الثالثة هجد أن الكاتب يخاف من العلوم أن ولده يحتقر العلوم والأداب ويزدري المواهب والعقول والفضائل فيصبح عار على أمتي على طول الكئ الطالب هيقول لي لأنه بيعلم شرح نتائج تعلم العلوم وأثرها الفعال على مستقبل إيه؟ على مستقبل ابنه طيب استنتج دور المدرسة في تنشئة الأجيال في ضوء فهمك للفقرة الأخيرة بقرأ الفقرة الأخيرة أنا بقول الإجابة من خلال فهم احنا بنتعلم من خلال الفهم الناس يعتقدون اعتقادا خطأا أن المال معيار السعادة هنا بيتكلم عن أن المال ليس هو معيار السعادة والميزان بتاعها والناس بتتصارع على المال ولكن العلاج الوحيد لهذا الحل هو ليس بالمال وإنما بالإيه؟ بالسعادة والإفراد في الطلب شقاء قد تقصر إيه فيه يبقى الإنسان يعيش في سعادة وهنا يبقى حياة الإنسان أفضل من أي شيء طيب نبقى إحنا هنا بنتكلم عن مفهوم السعادة الحقيقية اللي خاصها الكاتب يبقى أنا بدأت أربط ما بينها النص النثري بأسئلة الفهم بعد كده هيجي لي أسئلة خاصة بالأدب سؤال في الأدب السؤال الأول سألتني في الليل الأشجار أن نلقي أنفسنا في الطيار أن نتجي إلى النهر القدم من أعماق اليأس إلى أقصى المجهود أسئلة الأشجار ودي خاصة بمحمد برامة بسنة هتقولي النظم بيعرفني أن ده الشعر المعاصر خلاص أنا عرفت فهمت ده شعر المعاصر يا شعر المرس السماة التي تتسمى بها شعراء المدرسة الجديدة من حيث التجديد في الموضوع ركز أن المدرسة دي تخصى التجديد في الموضوع والشكل البناء الشعري يبقى أنا عندي حاجتين في هذه المدرسة أن أنا عندي أول حاجة الموضوع المضمون بتاع القصيدة الأبيات بتتكلم عن إيه وبعد كده النظم أو الفن الشعري اللي هو الشكل طيب سألتني في ليل الأشجار الأشجار يعني إيه كلمة الأشجار التقاليد والعادات الراصخة في نفوس الناس أن نلقي أنفسها في الطيار رغض العايش الحياة الناس بتنظر إلى متع الحياة إلى النهر القادم النهر القادم يعني متع الحياة الغنى من أعماق اليأس إلى أقصى المجهول يبقى هنا بنتكلم عن إيه هنقول أنه بيتجي إلى الحياة العامة وتصورهم من الناس طبعا لا يستخدم اللغة الحياة وهنا وطبعا بيستخدم ولكننا أحنا بتتكلم عن الموضوع وليس من حيث إيه يا شباب من حيث الشكل يشاف الشعري من الحديث عن النهاية والموت أكيد خطأ لأننا لا يتحدث عن النهاية والموت وموقفهم الحياة ملكون أكيد ده خطأ لأننا قلنا من سمات مدرسة الواقعية اللي ما بيتكلموا عن اتجاه إلى حياة الناس وتصوير هموم وألام الناس تمام أحمد شوئي سؤال محتاج فهم شوية ريمون على القاع بين الباني والعالمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرم يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي تلومي هنا عندي كلمة مفتاحية أنا عايز كلمة مفتاحية لتقدر تخليني أفهم السؤال عندي هواه والهوى يبقى الكلامة بتدل على إيه على الحب يبقى داك كلمات تدل على الحب ريمون على القاعه هو الضبي على القاعه بين البان نوع من أنوع الشجر والعالمي كأنه عالم على رأسه نار كوصف الخنساء لأخيها صخ هتقول بمعنى جابل أحل سفك دمي في الأشهر الحرم يعني زيرة حب زيرة عاطفة وشوق يا لائمي في هواه اللي بيعاتبني في هواه وحب ده حبه ده بالنسبة لي قدر وطبعا بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يقول ميز مما يلي طبعا دي البردة الخاصة بأحمد شاوي ما يعكسه البيتان السابقان من تلاميذ البرود أنا أعزبقى تلاميذ البرود عند شاوي وانعكس ده عند شاوي طب تلاميذ البرود هل هم تخلوا عن القديم كلياتا بالطبع طلب يقول لي لا لأنهم يتخلوا عن القديم كلياتا لأنهم بدأوا بعض القصائد بالغزل في بعضهم دخل في الموضوع مباشرة وبعضهم اتحدث عن بكاء المين عن الأطلال يبقى على طول هتقول لي هل تخلوا عن المقدمات ودخلوا في الموضوع مباشرة نتحدث عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هتقول لي بالطبع خطأ لكن هو لم يتخلوا عن القديم كلياتا وبدأ شعره بالإيه بالغزل كما بدأ الشعراء القدماء في العصر الجهل والبدء بالغزل أو البكاء على مين على الأطلال على طول هتقول لي الإجابة رقم با طب انت عرفتها منين عرفتها من الكلمة المفتاحية كلمة هواه والإيه والهوى وهو كذلك كلمة ريم اللي هو بيوصف لإيه الغذالة أو الضبي من خلال الأبيات يبقى إحنا عندي بربط السؤال ده بالفهم من خلال إيه الأدب طيب سؤال في البلاغة حدد مما لي مجاز مرسل علاقته الكلية على طول هرجع لدرس المجاز المرسل يعني علاقته الكلية أطلق الكل وأراد الجزء وأنا معه الكلمة التي أطلقت يبقى دل علاقة إيه الكلية على طول لازم نعملك إن العدو أنت قادم عهده فالحقته باقد في الصدور كلمة الصدور هنا هتقول دي علاقته محلية وإحنا درسناها قبل كأن هنا المحل هو أصد القلب ولكن محل بالصدر هو مين هو القلب فإن يكون حال الناس بيني وبينكم فإن الهوى والود غير مشوب الحال الناس هل الناس كلها هي اللي بعد يدينه بين المحبوبة هتقول لي لا وما الأصد مين أصد الواش يعني بعض الناس يبقى أطلق الناس كلها وأراد مين الواش فقط طيب هتقول لي دي علاقته إيه علاقته الكلية وكما علمته نظم القوف فلما قال قافية قافية واحدة وأصد قافية والأصد قوافي أو أصد قصائد هتقول لي دي علاقته الجزئية أول ما أجد كلمة آياد على طول هتقول لي إيه سببي خلاص يبقى دي الإجابة على طول هتقول لي إيه الإجابة كده عرفنا الإجابة هي الإجابة رقم باء قول المتنبي ألن أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعك كلمات من به صمم الخيل والليل والبيداء وتعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم كنا في المتنبي أول أنا الذي نظر الأعمى إلى الأدبي هتقول لي دي كناعا إيه أنا الذي نظر في دفافة آخر فعى شهرة هتقول لي دي كناعا إيه صفة الشهرة تمام بعد كده بنجي بقى لأسئلة النحو عايزك بقى وانت معاي كده في أسئلة نحو خلي بالك وحدة وحدة وناخد وقتنا على الآخر كده ونحل هنحل الأسئلة من شهننظر البدائل أول حاجة تعمل في أسئلة النحو لا تنظر البدائل عايزك أنت على طول تحل الإيه الإيه الإجابة من خلال التعامل كما سيحدث الآن يلا بنا واحدة واحدة كده لا يكافأوا لا يكافأوا من الطلابي إلا ذو إيه الموهبة لا وإلا أول حاجة هارجع لدرس الإستثناء لا وإلا هو أنظر دي الحالة كام عندي نفي آه نفي يبقى ده صح ها هاحزف لا وإلا بعد ما أحزف لا وإلا هعمل يا شباب يكافأ من الطلاب ذو الموهبة يبقى صحة خطأ يعني مش محتاجة صحة خطأ يبقى ده بالنسبة لما يحتاج بالضبط دي الحالة الثالثة يعني إيه الحالة الثالثة ناقص منفي جميل جدا حضرتك ممتاز يعني ناقص منفي تعرب حسب ما وقع فين في الجملة طيب هو ما يبقى ليش كده هو بيقول لي ضع غير مكان إلا هعمل لاني إيه أكتب الجملة لا يكافأ من الطلاب إلا ذو الموهبة على طول حط غير الجملة اللي قبل كده كما هي ما فيش عنده مشكلة دي الحالة الثالثة يعني ذو ده تبقى إيه ناقب فاعل مرفوع ناقب فاعل مبنى المجهول ما أنت قلت لي دي الحالة الثالثة خلاصا عرفت دي الحالة الثالثة تمام طيب غير بتسرق إعراب اللي بعد إيه هتسرقه أنت مرفوع أنا هبقى زيك مرفوع بس اللي بعد غير على طول هيكون إيه مجرور مضاف إليه هتقول إيه ذوي على طول يبقى ذوي هتبقى إيه زوي يبقى على طول الإجابة عندي أنت اللي تختار بقى أنت اللي طلعت الإجابة هتقول الإجابة رقم جيم ليه غيره نائب ويذوي مضاف إليه تمام تمام طيب كوني الداعي إلى الخير والأسمى خلقا بيقول لي إيه السؤال ده مهم جدا بيقول لي خاطب للمثنى المؤنس هو الجملة هنا للمؤنس أم للمذكر هتقول لي أدى المذكر يبقى أنا أعطي لك للمثنى يعني اتنين اتنين أهو المؤنس يبقى أنا رجحها الأول للا إيه للمؤنس هقول كوني الداعية إلى الخير والأسمى على وزن الأفعل ركز معاي أسمى على وزن أفعل طيب لو مؤنس هتبقى على وزن فعل هتبقى السمياء خلقا تمام بص بقى لما خلي دي مسنى أقول كوني عادي جدا الداعية دي اسم إيه أحسنت منقوص طيب الداعية في حالة المثنى بطرق الياء وكاملني وكاملني شيئا لم يكن وابدأ أتعامل عادي الداعية تا ركز بقى معاي أنا قلت الداعية تا وقفت لبقى لإن ده مثنى يعني هختار بقى ألف ونون ولا يأونون خليك ناصح خليك زاكي لما يح كوني ده كان اللي درسناه في الفصل الدرس الأول اسمه إيه وخبر خبرها يكون منصوب يبقى لازم أحدد الموقع الإعرابي بسرعة يلا معايا الداعيتين جميل طيب ده معطوف على إيه معطوف على منصوب طيب بسرعة كده مع بعض نرجع لإسم المقصور هتقول لي السمياء الألف ده رقم كام هتقول لي ده رقم أربعة لو هي رقم أربعة هتعمل إيه هحولها الياء هتبقى السمياء ياء جميل جدا خليك معايا رحظة بس بسطة جدا أنا مش عايزك تنطأ أنا عايزك تضع القعدة السمياء هتحاول ألف ده الياء طب أنت بقى في حالة النص بحط ألف ونون ولا ياء ونون هتقول لي لا ياء ونون هتبقى السمياءين تلاتة ياء ما خافشي الإجابة صح؟ ما فيش مشكلة خالص يبقى على طول الطالب هيقول لي الإجابة رقم دال أنت اللي هتطلع الإجابة جميل جدا كلانا ادعى أن الفضيلة في الهو شعر والكلانا كلانا دي بتفكرني بإيه وإحنا درسنا الكلان ده في إيه آه درسناها في الملحق بالمثنى الله درسناها في الملحق بس عند شرط لازم أن تكتب قبل ما تشوف كلانا ده اكتب الشرط لازم أن يكون فيها ضمير وتحذف ليه علشان تكون توكيد أنا بعربها عربها ملحق بالمثنى لو جدت فيها ضمير جميل جدا عربها الملحق بالمثنى يعني الملحق بالمثنى يعني هتقول مرفوعة بالألف منصوبة مجرور بالياء طيب كلانا فيها ضمير ما قالش كلانا لو قال لي كلانا على طول بالعلامة المقدرة رفعه مص بجر طيب كلانا طب كلانا هاحذف هاحذف إيه طيب هتقول لي ده كلانا في أول الجملة ودي اسم في أول الجملة هتعرف مبتدأ مبتدأ مرفوع الله ما ترفعه هه قول بسرعة 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 بالمختار هتقول لي مبتدأ مرفوع الله ما ترفعه الألف أحسن جميل رد رد المتحركة في حالة اللي هو مضعف أفك التضعيف شده شددن طب ردي يلا أول ما تلاقي فيه شده ها هتعمل إيه في الحروف المتحركة أفك التضعيف ارددن الأمانة لأن مع الحروف المتحركة بفك التضعيف فك التضعيف طيب مع الساكنة مفيش فك التضعيف خالص عادي جدا مفيش مشكلة طب خلاص الإجابة على طول هتقول لي هتقول لي الإجابة رقم جي تمام تمام أنت أنت تعين الدرس السؤال ده عايزك تاخد النبس في عشر ثوان تعين الفعل أصله إيه وعايا جميل جميل عندي ياء المخاطبة ياء ونون وعندي تاء الفعل المضارع هنزل كده هون هطول بقى السهم معايا شوائيا وعايا على وزن فع لا ركز معايا بقى لو تاء المضارع دخلت على الحرف الفعلة بحذف الحرف العل يبقى أنا على طول هشيل الفا المضارع مع الواو اللي هو الفا واو الفا يعني الفا الفعل طب عندي اتنين ياء وياء مرضى بطين ببعض وده عندي الضمير ما بتحزفش الضمير ما بتحزفش أشباب يبقى على طول هحذف اللام مع الياء صعبا تان يبقى أنا هحذف الأول حرف علة مع تاء المضارع هحذف وعيا هاحزف الواو مع الفاء يبقى أنا حزفت نعملها بلون مختلف علشان الطالب يفهم أكتر يبقى أنا هاحزف الفاء ده هي هاحزف الفاء الواو لا الفعل هو الحرف اللي قدامه والياء لأنه في اتنين حرفين ياء هاحزف الياء مع المين مع اللام هتبقى تعين على وزن ها انت اللي جاوبت تعين برضه خلاص لأننا عندي اللي سابت معي حرف الايه الاي طيب تحرص الأم على مساعدة تحرص على مساعدة الأم الكبرى من بناته من اللي بتحرص ده جملة فعلية أول حاجة طلع على الأركان من اللي بتحرص ها هتقولي تحرص على مساعدة الأم من بقى الكبرى الكبرى ده اسم مقصور ركز معايا حالة الموقع العربي عندي فاعل والاسم المقصور لو كان فاعل هتقولي فاعل مرفوع مرفوع بيبقى هتقولي فاعل مرفوع بتضم المقدرة احنا قلنا نص بفتح يجر مقدر يبقى على طول فاعل مرفوع وترفعه قدامها المقدرة لا يكتم السر إلا كله ذي شرفي نوع أسلوب الاستثناء هنرجع تاني لدرس الاستثناء معي لو إلا أنا عندي ثلاث حالات نركز على الثلاث حالات دول الثلاث حالات اللي هم إيه؟ غلط صح يعني ما فيش نفيه وهنا في مستثنى منه يبقى على طول مستثنى منصوب ده وكلمة صح هنا يعني تام يبقى ده إثمه تام مثبت لأنه ما فيش نفيه تام زائد مثبت مثبت طيب صح صح هتقول لي تام لأنه في نفيه زائد منفي طيب صح غلط هتقول لي ناقص زائد منفي لأنه عندي نفيه طيب أنا عندي لا يكتم لا وإلا أحزف على طول يكتم السر من اللي بيكتم كل يبقى ده الجملة كده مشت سلمة يبقى على طول ده على طول ده الحالة لإيه؟ التالتة ناقص منفي السؤال الأخير في النحو العصة الخضراء غير مستوية العصة العصة دي إيه؟ ألف مقصور هتقول العصة رقم كام؟ رقم ثلاثة مكتوبة ألف هتتحول لواو كما تعودنا طيب الخضراء الخضراء ألف ممدود عند الخضراء ده هنقول ده الحالة كاملة لو كانت أصلية تفضل زي ما هي لو كانت منقلبة هقلبها الواو أو أتركها كما هي أصلية على همزة طيب لو كانت ده زائدة للتأنيس لو زائدة للتأنيس أقلبها الواو يبقى كلمة الخضراء لو أنك حاجة بدول على اللون أو الحسن أو القبح هتقولي ده على طول إيه؟ زائدة للتأنيس هتقولي الخضراء عايزك تملك كده هوا هتحول همزة ده الواو وبعد كده ضدع العلمة بقى بتاعتك علامة المستنى وعلمة الإيه؟ الجم يبقى العصة هتتحول لواو العصوان الخضروان غير إيه؟ غير مستويتين دي بالنسبة لنقاط الإيه؟ النحو بعد شباب ما درسنا السؤال النحو وخلصنا أسئلة النحو على طول بنروح على إيه؟ سؤال التعبير عند التعبير عند التعبير إما يكون تعبير وظيفة وتعبير إبداع عندك بقى اكتب تعبير وظيفة تلخص بقى أو اكتب دعوة أو اكتب إعلان كيفية التعامل مع السهلة وبسيطة وبعد كده يجيلك مقال بعشرة أسطر هتبدأ تفهم هو مطلوب منك إيه؟ والمطلوب تكتبه إلى هنا عزيز الطالب عزيز الطالبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة المراجعة النهائية أرجو من الله تعالى لكم التوفيق والسداد ونكون وفقنا في عرض أهم النقاط الخاصة بالامتحان منتظرين إجابتكم الكاملة إن شاء الله وتحقول علامة إيه الكاملة لكم من ألف تحية وسلام مع مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وظارة التربية والتعليم اشتركوا في القناة